مستوى تصنيف العلاقات العلاقة يا أبو عمر هي خمسة خمسة كده على السريع كده في علاقات حية أصلا علاقات حية قائمة على تأدية الحقوق والواجبات والفضل والعدل والتصالح والتسامح ماشي هذه حية في علاقات مريضة ودي أن أذنت لي ولا أحد يسمع أنه يبدأ يصنف الآن الآن يصنف في علاقات حية بينك وبينها حيات في علاقات مريضة تلك العلاقات القائمة على رفع العتب واللوم فقط أجي عشان ما يزعل أحضر عشان ما يقول شيء أرد علي عشان ما يصجن هذه علاقة مريضة تحتاج ترأي لفيتامينات بعد التصيح إن كنت تريد استمرارها وش الفيتامينات؟ موضوع آخر إن شاء الله رقم ثلاثة هذه العلاقات المريضة ثمت علاقات ممرضة ممرضة هي تلك العلاقات التي يطالبك فيها الطرف الآخر بأعلى من واجباتك دون أن يعطيك الحقوق ويزعل وتشره مثلا أنا رح تنوي إياك طلعت تنوي إياك وبعد هذا رحنا نتعشى مثلا أبعزمك زعل علي أيمن زعل كيف ما علمت أنك رايح معه فهو يريد أن يرفع من واجباتي تجاهه مو من واجب أن يعلمك فإذا هو بدأ يزيد من حقوقه علي أصبحت علاقة ممرضة مشغلني مشغلني فهي علاقة ممرضة طي في علاقات رقم أربعة العلاقات الميتة تلك العلاقات اللي كل طرف لا يطالب الآخر بواجباته وهذه كثير من مناسبة كيف علاقة ميتة يسمونها علاقة الشجرة شون الشجرة في مصطلح في الطب الناس الله يشفيهم يا رب العالم يعظم أجرهم اللي غيبوا بكام لو كده بس يأكل بس لا ينمو لا يتفاعل وأشياء كل في علاقات شجرة بهذه الطريقة بس هم يعيشون بسلام لكن بدون حب ما بينهم مشاكل ترى هي في ضيفتها وفي ضيفتها وماشي الأمور عيالهم اللي مبتعتوا اللي كده وماشي الأمور هي تبشي عندها سيرتها والسواق وأنا عندي الخادمة ولا أطلب الله وعايشين دون أي صدام ولا يبغي يصلي حصاً مشاكل الإنسان اللي يستاجر بيت وناو يطلع منه ما يزين لمبته ما يزين سجادة خاصة أنا ما به فما في أي تأديل الحقوق ولا الواجبات ولا بينهم ولا بينهم صراع هذه من الحياة الله قال لتسكنوا على مستوى التصليم